مرحبا برج الحمل اهلا بكم اول شي برج الحمل الشخص القادم فيه طريقك طريقك رح يكون من الابراجة الرئيسية على الاغلب عقرب او ثور الاحتمال الاضعف ان يكون دلو او اسد ولكن الطاقة موجودة استبعد ان يكون من الابراجة النارية ولكن ممكن خلا نشوف حروف اسمه عندنا حرف الميم وحرف العين الميم والعين هذي بتكون من حروف اسمه اول سؤال اهني نشوف برج الحمل وقت اللقاء احتمال كبير ان تكونون اثناء رحلة او اثناء سفر انتوا رايحين اشوفكم برج الحمل الى منطقة جديدة بداعي السفر بداعي الزيارة بداعي الشوپنج من اجل اي سبب من الاسباب انتوا رايحين تزورون ارض ما زرتوها من قبل او حي او محل شوپنج جديد سوق جديد مفتوح جديد فهني نتكلم عن ان انت رجلك ما راحت لهذا المكان من قبل هذا الشخص هو موجود هناك على الاغلب راح يكون هذا هو مكان عمله هذا هو مكان رزقه وانتوا تروح هني كزياره نشوف التوقيت التوقيت على الاغلب هني نتكلم عن حسطاقة شهر اغسطس شهر ثمانية موش هرتبون هذي السنه ممكن السنه اللي بعدها او اي تاريخ فيه وقت فيه رقم ثمانية اوكي احسيني وقت اللقاء عندكم رح يتكرر مرتين اول مرة رح يكون اللقاء بينكم صدفة وثاني مرة اللقاء رح يكون بينكم متعمد ولكن ما بين اول لقاء وثاني لقاء فيه تأخير خارج عن ارادتك وارادته بسبب حدث كبير انت مر فيه او هو يمر فيه حدث كبير قاعد اشوف لي الامانة حدث مثل وفاة احد عزيز سبحان الله او تخرج من بعد الجامعة عندنا ايضا انك رح تتوظف في مكان جديد بعندك تغيير كبير جديد هو او انت رح تمرون فيه رح يأخر ما بين اول لقاء وثاني لقاء في اول لقاء رح تكون انت مشاعرك ومشاعر الانجذاب بينكم واضح ولكن لسبب ما ما فيه ما رح تقدر انت تحصل ورح يكون فيه فرصة انت تحصلون على طريقة التواصل مع بعض ولذلك رح يكون فيه تحركات جادة من قبلك وقبله للالتقاء للمرة الثانية من بعد كذا ضرف خارج عن ارادتكم ومنها الاسباب اللي عطيتكم اياها على الاغلب يفصل ما بين اللقاء الاول اللي يكون صدفه واللقاء الثاني اللي يكون مرتب ومجهز من اجله عندنا يومين او اسبوعين او حتى شهرين وسنتين ممكن يكون من يومين الى سنتين بس شيء فيه اثنين اغلب شيء يكون شهرين او احتمال سنتين ممكن لكن على الاغلب اشوف ان ما فيه وقت كبير يفصل ما بين اللقاء الاول والثاني خلنا نشوف مكان اللقاء نتكلم هني عن مكان مفتوح شوفوا من قتلكم سوق مكان مفتوح مكان عام انت مشغول في شيء ثاني برج الحمل برج الحمل احب عقله دائما عقله يكون قاعد يفكر او حاول يكتشف او مشغول فانت فيه طبيعتك هني المشغولة اللي بدك كان تكتشف شيء او بدك تبحث عن احد مثلا من اهلك ضاع في السوق قاعد تنتظر شيء في السوق او في هذا المكان المفتوح وهني يصير فيه الالتقاء بينكم ليش انا اقول لك صدفة برج الحمل لان كأنما هو رح يغلط يعطيك طلبية ليست لك او يعطيك بضاعة ليست لك ففيه هني غلط يصير غلط يصير فيستدعي ان انت تلتقون لمرة ثانية ضروري يصير الالتقاء للمرة ثانية التقاء المرة الاولى ما قدرت يصير في ذواصل بينكم فيصير هني عندنا في المرة الثانية لان فيه غلط غلط غير مقصود للامانة ولكن هو اللي رح يسبب سبحان الله فان تضطرون تردون تروحون هذا المكان او هذه المؤسسة او هذا المطعم عشان تعدلون الغلط اللي يصير لان هو رح يفكرك ان انت شخص ثاني رح يغلط في شيء يبدل الطالبيات او يبدل او مثلا يفكر ان انت الموعد القادم اذا كان فيه عيادة اذا كان فيه صالون تجميل يفكر ان انت الشخص اللي المفروض يقوم بخدمتك ولكن فيه غلط اوكي احنا نقول محاسن الصدف اجمل قصص الحب تبتدي بالصدف والصدف العفوية انزل في هذا الكرد ايضا اتتني طاقة احتمال ان انت او هو يكون فيه شخص هني قاعد يسأل عن ارشادات للطريق لان المكان كبير المكان مفتوح هذا هو مكان عملا نعم ولكن في احد منكم هني يسأل عن شيء على اغلب الارشادات لمكان او يسأل عن ارشادات طريق بالمختصر انزل انزل خلي نشوف مواصفات شكله هذا شخص متوسط طول جسمه متناسق فيه عرض في جسمه فخلي نسمينا مع الماء عريض المنكبين هذا شخص شعره ليس اسود نعم بشرته فاتحه تميل الى البيض ولكن شعره ليس اسود احتمال كبير ان يكون اصوله اشقر ولكن مش اشقر بالمعنى الاوروبي احنا عندنا دائما في الدول العربية حتى الاشقر لما ينولد يكون مثلا في البداية شعره ذهبي وبعدين كل ما كبر في السن يتحول الى البني الغامق او البني هذا هي شقارة الوطن العربي مو دائما ولكن الكثير فهنا نتكلم عن الشعر اللي لونه يدرج ما بين الذهبي الى البني اوكي ولكن هذا شخص يحب اللحية يهتم جدا باللحية وبشعره دائما يكون في تسريحه في ستايل في شكل يهتم بعطره حتى يهتم بكماليات باقي الاشخاص ما يهتمون فيها يعتبرونها ليست ضرورية كلم هنا عن تسريح الشعر او تحديد اللحية تحديد الشكل يهتم جدا مهندم يهتم جدا بشكل برج الحامل اوكي ايضا شخص يحب انه يلبس تي شيرت لمجموعة مفضلة عنده ممكن تكون هذه المجموعة فرقة غنائية فرقة موسيقية ولكن على الاغلب لان احنا نعيش في الوطن العربي فبتكون هذه هي تي شيرت اللي يلبس المميز عنده اللبس دائما في لبسه شيء خاص مجموعة المفضلة ممكن يكون على الاغلب هذا النادي الرياضي النادي الرياضي اللي يحبه مثل مانشستر يونايتد او ما ادري اي نادي كرة ينضم اليه او هو يحبه يشجعه متعصب ودائما في لبسه يكون شيء يوضع على اليد او تي شيرت دائما في لبسه شيء خاص النادي المفضل عنده او مجموعة ينضم هو اليها ممكن يكون حتى مجموعة دينية ممكن يلبس شيء فيه اذا كان مسلم يلبس شيء فيه لغض الجلالة اذا كان مثلا مسيحي يلبس شيء فيه علامة الصليب فعندنا احنا شخص هنا يفتخر بالمجموعة اللي هو ينضم اليها سواء كانت مجموعة دينية او هواية مثل النادي الرياضي اللي بعده خلا نشوف اطباعة اطباعة يا برج الحمل هذا شخص رح جدا ما بقولك يتحداك ولكن هذا شخص ليس سهل لانه هو جذاب شكلا فيمر عليه الكثير من الاشخاص اوكي فهذا الشخص ليس متواضع لانه هو جميل بوسيم جدا ويهتم بشكله عندك يملك كاريزما لذلك هو جدا مرغوب او محبوب من قبل الجنس الاخر فلكن شاءت الاقدار انه يكون الاختيار عليك برج الحمل انزين؟ هذا الشخص جدا معسول اللسان على الاغلب يتكلم لغة ثانية غير لغة الام ويكون جدا يجيدها بطلاقة يعني مثلا يتكلم عربي ومع انجليزي بطلاقة او مع فرنسي بطلاقة او مع فارسي بطلاقة اي لغة ثانية يتكلمها جدا بطلاقة ويستطيع ان نحن عندك كاريزما يتعامل مع الابر كلاس الاشخاص الاغنياء في المجتمع الاثرياء في المجتمع ما بقولك هو ينتمي الى هذا الفئة ولكن يستطيع ان يتكلم بلسانهم ويتكلم باطباعهم نزين؟ ولكن حقيقته هو شخص جدا يرغب انه يحب احد يرغب انه فعلا نحس انه في احد يحبه يفتقد الحب حاليا اوكي جدا مبدع في مجال عملاء ينتظره مستقبل زاهر وايد مو شوي هذا شخص بعد شمسنا رح يكون لا اسمه في السوق رح يهيمن على مجال معين على الاغلب هذا شخص يعمل في مجال خصة ما ادري التجميل او صالونات التجميل او عيادة مهمة شيء خص فيه شيء خص الجمال اخص الملابس اخص الشكل ممكن يعمل انه يدير او يعمل حتى فيه صالون شعر شو تسمونا انتو اوكي صالون شعر للنساء او للرجال على حد سواء اوكي لكن هذا شخص جدا لازم تحذره لانه اللي احسني فاقت انه اول ما تتعرف عليه رح تتعرف على شخصية الرقم واحد وهي الشخصية خفيفة الظل فكاهي معسول اللسان نوعا ما مغرور اوكي مغرور ويحب انه جدا يحس انه هو مرغوب فيه ولكن الشخصية الثانية اللي رح تتعرف عليها بعد العشرة هي شخصية نوعا ما غيورة نوعا ما تحب ما بقلك التملك تحب نفسها كريمة ولكن في نفس الوقت بيحب انه يتنافس عشان جدي اقول لك عنده بيكون النجاح في العمل وفي البزنس ساحق لانه حب انه يكون رقم واحد يعني لفترة يعمل تحت اشخاص ولكن بعدين ما يحب انه يعمل في وظيفة يعمل من بعد ما اخذ الخبرة في هذا المجال المهم المجال اللي فيه لمسة ابداع رسم تجميل شي خص الحرفة الصعبة ممزين فهني رح يعمل او يفتح لنفسه عمل خاص فيه هذا الشي برج الحمل بيخلي هذا الشخص وايد يكون ضروري بالنسبة له انه اهو يكون اش اقول لك اهو اللي يكون اللي يذهب خارج المنزل وينجز ويكسب لقمة العيش اللي هو المكافح يريد ان يكون هو المكافح نوعا ما يحب ان الكلمة تكون كلمته ولكن دائما فيه طرق انه انت استطيع ان تتعامل مع هاي النوعية من الاشخاص صح بالاسلوب الدبلوماسي اوكي ويحب انه دائما يرجع الى بيت يكون فيه شخص ينتظره بما معنى مع هذا الشخص هذا الطاقة ما يحب انه هو يذهب الى عمله وانت تكون ايضا شخصيتك مستقل لبرج الحمل وانت تذهب الى عملك لا على الاقل لازم دائما عمله يكون اكبر من عملك ضروري اكثر من عملك انت تكون متوفر من اجله لانه رح يكون جدا مشغول يحتاجك انت تكون متوفر من اجله تدير المنزل اوكي هذي اطباع و هذي اشوفها التوقعات العامة لحياتكم مع بعض هذا شخص ام رح اسميه ام تعرفون رح اعطيكم مثال في انواع بعض انواع الجلد الجلد الطبيعي اللي يصنعون منها الحقائب الغالية او الاحذية حتى الغالية ذات الجودة العالية في نوعية جلد ذات جودة عالية وحتى صناعتها صعبة اوكي طريقة انتاجها صعبة ولكن الشخص اللي يتعامل معاها لازم يكون جدا حذر او جدا ذكي لازم يكون حريص عليها لازم يكون يركز عليها هذه هي طريقة طاقة هذا الشخص هو نوعا ما ثمين وحس نفسه ثمين مو بس من اجل شكله لانه فعلا امام الكثير من الفرص شخص مرغوب لذلك ضروري عشان تحافظ على العلاقة بينكم بكرا الارتباط بينكم انه تسمحن انه هو يكون الالفة الالفة معناتها الرجل المسيطر الشخص المسيطر على الاقل خارج المنزل داخل المنزل ممكن يعطيك حرية اكثر و يوفر لك مادة عشان انت تصنع القرارات داخل المنزل و يوفر رغباتك ولكن خارج المنزل ضروري انه عمله يكون دائما اهم من عملك عرفت؟ يكون اهوى البرد وينر هذي اشوفها ديرماكية العلاقة بينكم خلني انتقل رقم خمسة ايه نسيته هنا في شكله اتكلم عن الشامة في شيء في علامة على جسمه الاغلب هذي تكون اذا ما كانت تاتو بتكون شامة وشامة واضحة في رقبته او وجهه او يمكن اهني حتى في يده خلني اتكلم الحين عن ماذا سيقدم لك قبل الزواج ماذا سيقدم لك شخص الزواج برج الحمل هذا شخص راح يتكفل ويكون سي السيد يعني يتكفل بكل الامور المالية والمسئوليات المالية اوكي احنا عكسنا الاوراق هذا هني هذا يخص المنزل اللي راح تتشاركون فيه غدا بعد الارتباط وهني ماذا سيقدم لك سورة على الخطأ هني ماذا سيقدم لك راح يتوفر لك ثلاثة اشياء قيمة قبل الزواج راح يشيل فيه احنا في مجتمعاتنا فيه ثلاثة امور ضرورية مالية تتعلق بالاستقرار وبالزواج وبالمادة ضرورية ودائما فيها مشكل او فيها يصير عليها نقاش كثير قبل الزواج اخوة هذا الشخص راح يوفرها لك ووفرها لك بسهولة فاحس راح يكون فيه وقت ما بين تعرفكم على بعض والعلاقة وما بين الارتباط لان احتمال راح ياخذ وقت عشان يؤسس نفسه ولكن راح يوفر ثلاثة اشياء هني نتكلم عن الاشياء المالية العاطفة الحب الحنان راح بالعكس ياخذها من عندك انت برج العامل راح يستند عليك انت عشان توفرها او تستند عليك انت عشان توفرها تستخرجها في العلاقة او تستخرجها من شخصيته هو هني راح يكون السيد في انه يوفر لك المسكن ثلاثة اشياء صعبة توفيرها في بداية الزواج ولكن ضروري تتوفر نتكلم عن السكن نتكلم عن اثاث عفش البيت نتكلم عن عربية خاصة سيارة خاصة فيك عشان انت ايضا برج الحمل يمكن راح تحتاجها في المستقبل من اجل الجامعة من اجل وظيفة من اجل تروح تشتري ملتزمات البيت فعدنا هني ثلاثة اشياء ضرورية ممكن يكون ايضا المهر هذا شخص قادر على ان يشيل حمل ثقيل للزواج ولوحده وفي بداية الزواج راح يوفر لك اشياء اغلب الازواج اللي اذا كانوا جدا اغنياء بس اغلب الاشخاص صعب يوفرونها في الزواج وفي بدايته هذا اشياء جدا ممتازة تحتاجها لاستقرارك يعني انت من الاشخاص اللي اذا تزوجته مبكرا على سن صغير او مبكرا في الزواج راح تتوفر عندك اشياء باقي الاشخاص قاعدين يقلقون بخصوصها وقاعدين يحاولون يحققونها في حياتهم اشياء ضرورية قلت لك منها السكن والسكن المستقل منها السيارة سيارة ثاني اهمية بعد السكن اوكي منها احتمال المهر بعض الشعوب تطلب مهر او شبكة او شيء من الرجل فهذا وزن او ثقل راح يستطيع انه يشيله برافو عليه وشيله بروحه في بداية الزواج انزل نتكلم الحين برج الحمل عن اسرته مادر ليش هنا في عندكم شي عكس دائما الاوراق اليوم عند قراءة برج الحمل قاعدة تروح في المكان المختلف برج الحمل اسرته عندهم انفصال داخل الاسرة اذا مو انفصال اختراب لان اشوف ان احتمال امه امه وابوه يعيشون منفصلين او واحد منهم يعيش في دولة ثانية من اجل العمل من اجل لقمة العيش ففيه هنا انفصال اوكي هذا الشخص يأتي من عائلة كبيرة مو اسرة عائلة يعني العم ابناء العم عائلة جدا كبيرة ولكن ليس على تواصل دائم معاهم يعني لو سمعت اسم عائلته رح يتردد في ابنك ولكن رح تستغرب ليش هو ليس قريب من الاشخاص اللي انت تسمع عنهم سمعت عائلته منتشرة ولكن هو ليس قريب منهم نوعا ما اسرته متفككة او غير مترابطة او قليلين الاهتمام ببعض كل واحد بس داير باله على نفسه فضروري تفهم البيئة اللي هو يأتي منها وتفهم ان هذا شخص مادر احز انه مفتقد للعاطفة فقد الشيء لا يعطيه يستطيع يعطيك المادة ولكن بالعكس في العاطفة انت اللي تقدر تعلمه تدربه تستفز في هذه المشاعر لانه وايد اشياء مفقودة داخل بيتهم اشياء مثل الاستقرار مثل الحب مثل الحنان مثل البيئة التقليدية اللي فيها ام واب واسره مترابطين على الاغلب هذا الشخص عنده عدد افراد اسرتهم وعدد الاخوة عنده فردي يعني فقط اخ واخت اوكي ما عنده الكثير من الاخوة والاخوات خلنا نشوف السكن والحياة بينكم بكرة وهذا هو الكرت اللي مساعة شفناه او اختلفنا فيه شلون بتكون حياة بينكم خصوصا في اول الارتباط برج الحمل هذا شخص رح يستطيع انه بسرعة وخصوصا في بداية الارتباط ان يوفر لك مثل ما قلت لك في بداية القراءة مسكن مستقل فيك اما رح يبني منزل من الصفر لان عندنا هني طاقة انه ارض جديدة مكان جديد يبني من الصفر او رح ياخذ عقار قديم مكان قديم ويجدده كامل يجدد كل شيء فيه كل تفاصيله وحتى الاثاث وحتى المطبخ وحتى الارضية منزل رح يوفر لك ايضا برج الحمل كل سبل الراحة ومكان لانه هني المكان غير جاهز هو رح يجهز لك اوكي رح ايضا يتعب من اجل ان يكون يوفق ما بين خارج المنزل وداخل المنزل لانه احس بعد ارتباطكم رح يكون جدا مشغول في عمله في ابداعه رح يكون شخص كثير الطلب عليه خصوصا في العمل عمله متطلب وهذه هي طبيعة الاشخاص اللي يملكون مشاريعهم الخاصة وهذا الشخص رح يكون بطبيعته اب ممتاز اب جدا حنون وجدا مهم بالنسبة لراحة ابناءه مهم بالنسبة لانه يوفر الافضل وقلت لك تنافسي شوف الطاقة اللي عنده يوفر الافضل لابناءه من تعليم من مسكن حتى انه يكون على علاقة جيدة بامهم انزيل ولكن في بداية حياتكم مع بعض يمكن رح يكون في برج الحمل عدم قدرة على ان تتواصل معاه قلت لك انه يأتي من اسره ما فيها تكلم تحدث عن المشاعر او تواصل مع المشاعر او حنان فانت رح تكون هو الشخص اللي رح يكون ضخ في العلاقة في الزواج الاموال ويكون موجود بعد بس انت اللي ضخ طاقة الحب الحنان طاقة التفاهم ايضا تأتي منك انت برج الحمل اوكي هذا الشخص اذا صبرت في بداية علاقتكم على ما بقلك ظروفة صعبة اطباعها صعبة او فترة الزواج الاولية دائما يكون فيها عدم تفاهم اوكي اذا صبرت في هاي الفترة رح يكون مردودك في العلاقة جدا ممتاز رح جدا تكون محط تقدير رح تكون بابن الله مرتاح في حياتك بعدين لما تكبر ترتاح جدا مع هذا الشخص لان خلاص تكونون وصلتوا مرحلة التفاهم صح التفاهم في البداية صعب بس من انت تفاهمون تعرف مفاتيحه ويعرف هو مفاتيحك يعرف انت ماذا تتوقع منه عنده صعب في البداية ان يفهم هذا الشيء كأنما انت برج الحمل ايضا صعب ان انت توصل ل انت شلون كنت تتوقع ان يتصرف مثلا تتوقع ان يسأل عنك ويتصل فيك في مناسبة معينة او يرسلك هدية فهي التوقعات صعب ان يفهمها ضروري ان يكون فيه تواصل هنا هاي الكرت يقول لي ضروري ان يكون فيه كلام مباشر منك برج الحمل عشان توجهه في الحب في العلاقة لا يفهم كثيرا ماذا؟ فهذه هي طبيعة شخص يهم جدا ان ابناء بكرة يلبسون افضل ملابس يركبون افضل سيارات يكون لهم حتى افضل مستقبل مستعد يسوي اي شيء من اجل ان يحقق لابناء الشيء اللي هو ما كان يمتلكه لما كان صغير السن اوكي؟ خلا نشوف حين برج الحمل ماذا سيحب فيك؟ سيحب فيك صراحتك وتحديك انت من الاشخاص اللي اغلب الاشخاص لانه هو مرغوب وصاحب كاريزما والجذاب يرضخون اليه انت عندك طاقة تحدي انت عندك طاقة انا انسان مستقل انا برج الحمل ومستقل ومعما انت كنت ناجح انا لست بحاجة الى نجاحك هذا الشيء بالعكس رح يخلي يختارك انت من بينك الناس هذي رح يخلي انت في نظرة الشخص رقم واحد اوكي؟ احب انه يسمع دائما رأيك ويحب انه امام الناس او امام الابناء او امام اي احد حتى لو يعرف ان انت تخالفه في الرأي او لا تتفق معه ولكن رح يحب فيك ان انت بالعكس دائما امام الناس لا تكسره تاخذ تاخذ رأيه او او امام الناس دائما تقف الى جانبه وتتفق معه كلامه ورأيه حتى لو كان هو غلطان حتى لو انت كنت غير صادق في هذا الشيء لا تتفق معه رح يقدر لك هذا الشيء هذا شخص ليس غبي ولكن شوي رأيه متعصب في بعض الاراء عنده وهو رح يقدر ان انت امام الناس تكون متفق معه ولكن مثلا من تصيرون بروحكم تقول له والله يا شريكي كان مفروض ما تتصرف بهاي الطريقة او كان في طريقة افضل تتعامل فيها مع الموضوع هذا رح يخليك جدا تكبر في عينه اوكي تكبر في عينه هذا رح يكون الشيء اللي دائما يجدد عندكم طاقة الحب والزواج ويخليه متمسك فيك اكثر ويحسب لك حساب اكثر اوكي رح اسحب الحين كرت عشان نشوف هذا الشخص يأتي من اي منطقة هل هو من منطقتك او من دولة اخرى مثلا هذا الكرت طلع فيه رقم الثماني احس برج الحامل ان هذا الشخص يأتي من منطقة من مدينة مجاورة لكم او دولة حتى مجاورة لكم قريبة لكم ولكن ليس من نفس منطقتك اذا ترجع لبداية القراءة رح تشوف احتمال ليش الاسباب فهني فيه حدود بينكم وبينهم فيه هذه منطقتنا وهذه منطقتكم هذه المدينة الفلانية وهذه مدينة اخرى ولكن يجمعكم نفس نفس الدين على الاغلب نفس العرق نفس الدين نفس العرق فيه ممكن يكون في بعض الاختلاف برج الحامل قعد اشوفها ممكن انتو تأتون من بيئة يعني احتمال كبير انه مثلا هو يأتي يكون من دولة مثلا مثل القربية من بعض صح لبنان سوريا الاردن ومثلا سوريا الاردن ومصر العراق وسوريا الدول او المدن اللي قريبة من بعض ما فيها اختلاف كبير بس في اختلاف اذا انتو تأتون من بيئة محافظة اكثر بالنسبة لهم هم بيئتهم ليست محافظة كثيرا ليست حتى ما عندهم الكثير من العادات من التقاليد من امور العيب الحرام فاذا كنت انت تحب هاي الامور انت للا تزم الضخة ورح يستطيع ضخ في العلاقة برج الحامل ولكن فقط ضخ الاشياء اللي يملكها نجاح نجاح تمسك فيك متمسك فيك احسا وهنا الاستقرار الماضي النجاح الاموال المنزل الامور المهمة عندك وانت اللي تضف هاي العلاقة مثل ما قلت لك الحب الحنان الدفء الرومانسية كل هذا الحمل هو حملك انت اوكي